مصر تنفي إعدادها وحدات لإواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود وتؤكد موقفها الثابتة والرافضة للتهبير قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع وثلاثين بعد المئة وحماس تحمل الاحتلال مسؤولية عدم إحراز تقدم في اتفاق الهدنة انطلاق مؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأدسة بابا وموريتانيا تتسلم رئاسة الدورية للمؤتمر الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت درينيش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نفت مصر بشكل قاطع ما تدولته وسائل إعلام دولية بشأن الإعداد لتشهيد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في منطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة وذلك في حالة تهديرهم قصريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدام عليهم في القطاع وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات ويقضي بالرفض التام لأي تهجير قصري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه وخصوصا للأراضي المصرية لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين وهو ما أوضحته كل التصريحات والبانات المصرية لأنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة وأضف رشوان أن مصر ستتخذ كل ما يجب عمله لوقف جريمة التهيير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة تواصل مصر جهودها الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وبالتوازي مع هذه الجهود تشدد مصر على رفضها لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عن طريق مخططات تهيير الفلسطينيين التي يدعو لها مسؤولون إسرائيليون موقف مصري راسخ في الدفاع المستمر والأبدي عن القضايا العربية وفي مقدماتها القضية الفلسطينية التي تعتبرها القاهرة القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط موقف القاهرة الثابت برفض العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إيقاف هذا العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة تفضي لحل نهائي عادل يحفظ حقوق الأشقاء الفلسطينيين في دولتهم مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية الامتداد الطبيعي للموقف المصري يستلزم تجديد التأكيد على ثوابت تجاه القضية الفلسطينية التي بدلت مصر في سبيلها كل غال ونفيس ليكون جزء من الدفاع عن هذه القضية العادلة هو نفي القاهرة القاطع لما تداولته بعض وسائل الألام الدولية بشأن الأداد لتشهيد وحدات لأواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي مصر شددت على أن موقفها الحاسمة بالرفض التام لأي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه لا رجعت فيه لما في ذلك من تصفية موكدة للقضية الفلسطينية لافتة إلى أن التهديد المباشر للسيادة والأمن القومي المصري خط أحمر وأن القاهرة لديها من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة مصر التي تمتلك من الحكمة ما يكفي إزاء مواقفها السياسية أكدت أنها لا تتخذ على أراضيها أي تأيراءات أو تحركات تتعارض مع موقفها المعلن كما أنها لا تعطي انطباعا يروج له البعض زورا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية وفي وقت يعلم فيه القاصي والداني أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني في هذا الوقت ذاته تشدد مصر على أنها لا يمكن أن تكون طرفا في ذلك ليس ذلك فحسب بل إنها ستتخذ كل ما يلزم من أجل وقف جريمة الحرب هذه ومنع من يسعون إلى ارتكابها مهما بلغ الثاني للمزيد من المتبع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربية أستاذ جمال بعد التحية قراءتك لرد مصر على ما يثار بشأن المنطقة العزلة وتأكيد مصر على موقفها الثابت والرافد لتهجير الفلسطينيين مصر منذ اللحظة المنطقة موقفها ثابت وراسق وقوي لم يتغير قيد المنطقة مصر تحفظ أمنها القومي وتضع ثوابت من أجل الحفاظ على أمنها القومي وفي وقت نفسه تضع ثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية على مر التاريخ منذ اللحظة الأولى للتابع من أكتوبر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي علانية أمام العالم بمجاهة ووضوح كامل أن التهجير الفقسي خط أحمر وأنه لا مجال لتفقية القضية الفلسطينية حفاظا على مفهوم الوجود للدولة الفلسطينية وليس الهدود فقط ولكن هنا كان الموقف المصري ينحاز بشكل كامل لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من ينيو عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وبالتالي هنا لابد من التأكيد وتبعنا ما صدر عن الهيئة العامة للإنسانات وما قاله الدكتور بيان مهم بالأمن بشكل قاطع قاطعة فيه الدولة المصرية ما يتردد من أكاتيب ومن خداع وأكد البيان على أن مصر لديها إجراءتها التي تحافظ بها على أبناء القوم وهذا أمر لا لبس فيه لكن فيما يتعلق بالتهجير وتفريط القضية الموقف المصري سابق لا يحتمل بالتأكيد الموقف المصري حكومة وشعبا لا أحد يزيد عليه ولكن أستاذ جمالي الكشكي يعني بعد 135 يوما من ضرب متواصل لأشقاء الفلسطينيين ألا ترى أن هناك أوراقا من الممكن الضغط بها على الجانب الإسرائيلي من قبل على الأقل بعض الدول العربية التي لها تأثير على إسرائيل مصر في مقدمة هذه الدول مصر تلعب الدور يعني لم تتأخر لحظة وحيدة في التفاوض مع كل الأطراف التي من شأنها التأثير على الجانب الإسرائيلي والتي من شأنها أيضا وضع حلول تبدأ من التواصل في إطلاق النار والتفاوض وإجراءات ما بعد الحرب ووصولا إلى حل الدولتين لأنه في النهاية مصر تدريد وقالت هذا إلى كل الأطراف أنه لن يتحقق استقرار لإسرائيل من دون استقرار فلسطين ولن يكون هناك استقرار في المنطقة والإسرائيل من دون تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطين أشترك جزيل الشرطة الأستاذ جمالي الكشكي رئيس تحرير الأهراب العربية حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية سلطة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطع غزة وقال هانية في بيان له أن الحركة استجابت بمسؤولية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان مؤكدا أن الهدف هو إنجاز صفقة تبادل تشمل قدام الأسر أيضا وشدد هانية على أن الحركة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان وانسحى بدايش الاحتلال خارج القطع ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين خاصة إلى شمال القطع ووقف سياسة التدويع والالتزام بإعادة الإعمار أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقعات لاعتزام إسرائيل لإرسال وفد إلى قطر الأسبوع المقبل لمناقشة اتفاق جديد مع حركة حماس لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها الشامل على قطع غزة وما يتسبب فيه ذلك من خلافات عميقة داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تحقيق الأهداف المعلنة من العمليات العسكرية في غزة كشفت صحيفة فينانشل تايمز عن أن العملية المكثفة لإسرائيل برفح قد تكون ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقال بايدن يوم الجمعة إن الإسرائيليين لن يقوموا بأي غزم بري واسع النطاق بينما تستمر المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بالإفراج عن المحتجزين مستمرة يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الانتقادات من داخل البيت الأمريكي حيث قال جيفسون كرو النائب الديمقراطي وعضو لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات قال إن بايدن بحاجة إلى أن يكون أكثر حزما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأكد أنه حان الوقت للتجديد لأن الولايات المتحدة لن تدعم هجوما بريا في رفح والذي سوف يعرقل فرص تأمين صفقة المحتجزين وهو ما سيكون صعبا للغاية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي في المنطقة أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكين ضرورة العادلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل على قد قوله وأضاف بلينكين أن هناك فرصة استثنائية في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها وفق تعبيره أكد المتشار الألمني أولوف شولز أهمية حل الدولتين لوقف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأكد شولز حق الفلسطينيين في العيش بسلام في قطاع غزة وامتلاكهم حق تقرير مصيرهم داعيا إسرائيل إلى التزام بالقانون الدولي في غزة وعدم فتح جبهة ثانية على الحدود الشمالية مع لبنان ترجم بالقانون الدولي في الأشهر عندما تهيغط نفسي إنه يتطبيح أيضا قلن المتشار البيانات التي تترجم الضوء من أجل التأشف أجل أن تجزيز في البيانات التي تجزوجه في الدولة المتشارية نحن التطبيب الثوء من المتشار غزة تطمرت ما تباليش حاجة أعلنت سلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 28 858 شهيداً بالإضافة إلى 68 677 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي تقريرها اليومي أشارت سلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تسع مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أسفر عن استشهاد ثلاثة وثمانين شخصاً وإصابة مائة وخمسة وعشرين أخرين اليوم الرابع والثلاثون بعد المئة ولا شيء يحيي الضمير العالمي الغائب بما في ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس قصفه الوحشي على قطاع غزة بلا رادع أممي بل وبمباركة ومساعدة أمريكية ففي البيت الأبيض حيث يقولون ما لا يفعلون ادعت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وفي نفس الوقت تتحدث صحيفة ووليس ريت عن أن الإدارة الأمريكية ذاتها تستعد لإرسال القنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل لتعزز جرائمها الإنسانية بحق الفلسطينيين وبشحنة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات تلك الأسلحة التي لا يوجهها جيش الاحتلال إلا إلى المدنيين في مساكنهم ومخيماتهم وترصدهم في رحلتهم من مكان لمكان وفي كل طريق يطرقونه ففي رفح ملازهم الأخير شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مخيم الشبورة وسط المدينة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية أما المستشفيات ومراكز الإيواء فهي الهدف الأهم لنيران دولة الاحتلال ففي مشهدية كئيبة اعتادها العالم المتمدين وأدار لها ظهره واصل الاحتلال جريمته باقتحام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس حيث أصفر الاقتحام حتى اللحظة عن استشهاد العديد من المرضى بالرعاية المركزة والأطفال المبتسرين نتيجة توقف المولدات القهربائية وتوقف التنفس الصناعي لنفاذ الأكسوجين ليس هذا فحسب بل إن قوات الاحتلال أكبرت النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة متخذة من التواقم الطبية أسرى ومعتقلين كما واصلت طائرات ومدفعيات الاحتلال وزوارقه البحرية الحربية قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة واستهداف المباني والشقق السكنية في جنوب ووسط وشمال غزة متعمدين بذلك إبادة جماعية لمستقبل مخيف يدركون تماما أنه لن يتركهم ينجون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض اتهمت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الضم الصامت في الضفة الغربية فيما تصعد حربها في قطاع غزة قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين قال إنه في الوقت الذي تصاعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة فإنها تمارس ضما صامتا في الضفة الغربية ومن خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية والتهجير القصري للسكان الفلسطينيين خصوصا في مناطق الأغوار وعلى الأرض اقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي في فجر اليوم قرية الجلمة شمال الشرق الجنين شمال الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدة أليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وجابت عدة شوارع وأحياء كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي قفرعين وبيت ريمة شمال غرب رملة لفتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة أليات وتجولت في أحيائهما شارق الألاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك في تظاهرة احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة وانضم ألاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك ورفع المشاركون فيها العالم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على تغطيتها المنحازة لإسرائيل وتعد هذه هي المرة الثانية منذ بداية العدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد يستمر معبر رفاح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية بالإضافة لخروج مزدودي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين ورغم عرقالة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإصال المساعدات المزيد يطلع عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل المساعدات والمجهودات المختلفة من الجانب المصري ما زالت مستمرة في إدخال الشاحنات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء في فلسطين نتحدث عن بالطبع هذه المساعدات التي تصل إما عبر مطار العريش الدولي أو حتى الشاحنات المصار الأرضي الذي يأتي بالطبع عبر الشاحنات التحالف الوطني والمساعدات المصرية وغيرها من التي تصل عبر ميناء العريش ولكن نتحدث أيضا عن تخدس كبير لعدد هذه الشاحنات ربما مئات الشاحنات تتوقف بالفعل أمام المراكز اللوجيستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في انتظار الدور الخاص بها لدخول إلى الجانب الآخر ولكن دائما قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات إما بالتلكأ في تفتيش هذه الشاحنات أو حتى في بعض الأعياء أحيان بمنع دخول هذه الشاحنات ربما الصورة الآن ستتحدث عن نفسها أكثر هذه مئات الشاحنات بالفعل متوقفة أمام المركز اللوجيستي هنا في مدينة العريش وأمام مطار العريش الدولي أيضا تأتي هذه الشاحنات إما من الدول المختلفة ولكن أيضا هذه المساعدات التي تأتي من الدول أصبحت أقل بكثير مما كانت تأتي من قبل لكن الجانب المصري والتحالف الوطني والمنظمات المجتمعية المدنية المصرية ما زالت تشارك في إدخال مزيد وربما آخر ما دخل إلى معبر رفح على المصري أكثر من خمسمائة شاحنة من التحالف الوطني بالفعل وصلوا إلى مدينة رفح ويدخلون يعني عبر هذه البوابة من الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية ربما تتلك قوات الاحتلال إما في التفتيش عبر معبر العوجة والدخول للشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم أو حتى عبر معبر رفح الفلسطيني حيث دخل بالفعل حتى الأمس ما يقرب من مئة وستين شاحنة من الناحية المصرية ولكن بالطبع الهلال الأحمر الفلسطيني لم يعلن حتى الآن عن عدد الشاحنات التي تتسلمها بالفعل أما عن المصابين فقد خرج عدد كبير من المصابين ما يقرب من خمسة وعشرين المصاب خرجوا بالفعل بالأمس ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة خرجوا عن طريق سيارات الإسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني سلمهم له الهلال الأحمر المصري وتحركوا بعد ذلك إلى المستشفيات المختلفة بالإضافة لذلك أيضا تعمل قوات الجيش المصرية وأيضا الحكومة المصرية على إنشاء مركز لوجيستي كبير بجانب بوابة معبر رفح المصرية ويتم تجهيز هذا المركز وإحطته به بعض الأسوال لتخزين هذا العدد الكبير جدا من الشاحنات التي تكون متوقفة بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصرية بدلا من أن تتكدس إما في العريش أو في الشيخ زويد وغيرها من المدن هذه نظرة عامة عن المساعدات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية انطلقت أعمال الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعاقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم وتستمر فعاليات القمة لمدة يومين تحت شعار تعليم أفريقيا صالحة للقرن الحادي والعشرين وبناء نظام تعليمي مارن لزيادة الوصول إلى التعليم الشامل والجودة مدى الحياة والتعلم بالصلاة في أفريقيا وتناقش القمة وضع السلام والأمن في القارة والنظر في تقرير مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد والنظر في قضية تغير المناخ الحاسمة وسيدفعون من أجل إجراء إصلاحات عالمية للمؤسسات المالية كما سيطلق القادة أيضا خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الأفريقي عشرين ثلاثة وستين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكد رئيس المفوضية الافريقية موسى محمد فقيه بأن القرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية أضاف خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة الاتحاد الافريقية أن غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه وأن العضوان الإسرائيلية على غزة لا شبيه له في تاريخ الإنسانية مشددا على وجوب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حرية وحقه في بناء دولة مستقلة ذات سيهد وكذا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العضوان الهمجية على غزة واستمرار الاحتلال يفتقد لأي شرعية وخلال كلمة في افتتاح قمة الاتحاد الافريقية شدد أبو الغيط على أن وحشية الاحتلال تعكس عجزا دوليا كما أنها وحدت الدول المتضامنة مع الحق الفلسطينية وثمن أبو الغيط كل المواقف الإفريقية المنحازة لقيم العدل لأسيما ما قامت به دولة جنوب إفريقيا لمحاسبة الاحتلال وفتح جرائمه أمام محكمة العدل الدولية قطاع غزة يشهد حربا همجية غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني عشرات الألاف فقدوا حياتهم وأغلبهم من النساء والأطفال يستمر الاحتلال الذي يفتقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية في ارتكاب المزابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها وتحقيق التطهير العرقي إن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم ولكن الحرب من ناحية أخرى أيقظت صوت الجنوب ووحدت مواقف الدول المتضامنة مع الحق الفلسطيني والرافضة لاستمرار آخر استعمار باق على ظهر الأرض إننا نثمن عاليا كافة المواقف الإفريقية التي عبرت عن الانحياز المبدئي لقيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان ونقول بوضوح أن هذه المواقف لا بد أن تتواصل وتتعمق حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا طالب العالم كله بالاعتراف بدولة فلسطين وأن يقوم مجلس الأمن بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وأكد اشتيا خلال كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد قد أصاب برفضه طلب إسرائيل الانضمام إليه بصفة مراقب موجهنا الشكر للقارة الإفريقية وخاصة دولة جنوب إفريقيا على فطحها لجرائم الاحتلال داعيا للاتحاد الإفريقي أن يصل بصوته عاليا ومسموعا إلى كل المحافل من أجل وقف العدواني على غزة وإيصال المساعدات والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع إسرائيل أن تكون دولة مراقب في هذا الاتحاد الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع تسل الممثلين عن إسرائيل إلى هذا المحفل العام الماضي وتم إخراجهم من القاعة فليكن صوت اتحادكم عاليا ومسموعا كما هو دائما ويطالب بوقف فوري للقتل والعدوان الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الخلسطيني في غزة خاصة واليوم في رفح وكذلك في الضفة الغربية والقدس فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما في محاربة البرنامج الاستعمار الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية فليكن صوتكم عاليا ومسموعا كما دائما من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب هذا وشهدت أروقة الاتحاد الأفريقي نشاطا مكثفا لمصر على هامش أعمال القمة السابعة وثلاثين حيث عقد السفير حمدي لوزاناء بوزير الخارجية للشؤون الأفريقية ورئيس الوفد المصري عددا من اللقاءات الثنائية تناولت أولويات إقليم شمال أفريقيا خلال رأسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2024-2025 وتطورات السلم والأمن في دول جوار مصر وفي منطقتين الساحل والقرن الإفريقي فضلا عن تناول التعاون القائم بين مصر والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لدفع مجالة التنمية والسلم والأمن في القارة الأفريقية كما ركزت النقاشات بشكل خاص على التطورات في دولة الصومال الشقيقة وسبل دعم سيادتها ووحدة أراضيها اشتركوا في القناة يشارك وزير الخارجية سامح شكري كمتحدث رئيسي في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ضمن جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا ينعقد المؤتمر في دورته الستين خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من فبراير الجاري يشارك فيه هذا العام عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين الممثلين لمجموعة كبيرة من الدول فضلا على المشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة الفكر لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية على رأسها العضوان على قطاع غزة والأزمة الأوكرانية حظى وزير الخارجية سامح شكري من مخطر أي اجتياح إسرائيلي لرفح الفلسطينية مؤكدا موقف مصر الراسخ من ضرورة تجنب توسيع دائرة الصراع وخلال رقائه وزير الدفاع الموريتاني استعرض شكري جهود مصر لإقرار التهدئة في قطاع غزة والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق كما قدم شكري التهنئة لتسلم موريتانيا الرأسة الدورية للاتحاد الإفريقي مؤكدا دعم القاهرة لها خلال فترة رأستها للاتحاد وبدوره شدد الفريق حنينة والتسيدي على دعم بلاده الكامل للمصالح المصرية في جميع الأطور داخل الاتحاد الإفريقي وبشأن الأوضاع بمنطقة الساحل والصحراء أكد وزير الدفاع الموريتاني أن بلاده تعول على التعاون مع مصر في التعامل مع التحديات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصال من مكافحة الإرهاب وشدد أيضا على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف وعلى رأسها الأزهر الشريف تحظى مصر بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا نظرا لما تنتهده من سياسات بناءة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية مكانة مصر تمثل عامل جذب للمنصات الحوارية الدولية ومن بينها مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يستهدف استعراض سياسات مختلفة للدول إزاء أهم القضايا والملفات لطالما كانت مصر في صدارة الدول المدافعة عن قضايا محيطها الإقليمي والقاري وذلك بالنظر إلى دورها المحوري إقليميا وقاريا ودوليا وفي هذا الصدد دأبت مصر خلال مشاركاتها في مختلف الفعاليات الدولية على استعراض ثوابتها السياسية تجاه مختلف القضايا والملفات فعاليات دولية من أهمها مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يحرص على جمع نخبة الساسة من مختلف دول العالم ليكون منصة رائدة لاستعراض مواقف الدول إزاء القضايا والأزمات فحرصت مصر في عام 2015 على عرض رؤيتها الشاملة بشأن مكافحة كل قوى الإرهاب مع التركيز على الاضطرابات في الشرق الأوسط والأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن إلى جانب القضية الفلسطينية كقضية مركزية في الشرق الأوسط الفترة العصيبة بالغة الدقة التي يمر بها العالم خلال العقدين الأخيرين سببت مشهداً جيوسياسياً شديد التعقيد وهو ما تنولته مصر في مشاركتها في نسخة مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2018 مشيرة إلى قضايا الصراعات الحديثة وأمن الطاقة والهجرة في نسخة المؤتمر لعام 2019 استعرضت مصر التحديات والمخاطر المتزايدة ومن بينها استمرار بؤر التوتر والصراع على الصعيد الدولي وتفشي مخاطر الإرهاب والتطره وتصاعد معدلات الجريمة المنظمة وما يشكله ذلك من ضغوط على مفهوم الدولة الوطنية مشاركة مصر الثلية في نسخة المؤتمر لعام 2019 استعرضت حالة الاستخطاب الدولية إلى جانب تحديات الطبيعة كتغير المناخ والتصحر ونقص المياه وغيرها كما لم تغفو المصر عن التأكيد على أهم القضايا الملحة على الساحة الإفريقية وهي قضية الأمن في ليبيا ودور القاهرة في تقديم العون للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم على استعادة عافيتهم وتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء عملية سياسية مستدامة تحقق تطلعات الشعب الليبي وفي إطار تنوع القضايا التي واجهها العالم شددت مصر في نسخة مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2020 على ضرورة تبني دول المنطقة الاستراتيجية فعالة تمكنها من إدارة مواردها الطبيعية بشكل أمثل وبينما كانت تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 أكدت القاهرة في عام 2022 إدراكها أهمية العمل في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال تشجيع كافة الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات وفي ظل ما تتميز به مصر من رؤية سياسية استباقية ثاقبة شددت القاهرة على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2023 على أهمية احتواء الوضع في قطاع غزة وذلك قبل أحداث السابع من أكتوبر بعدة أشهر على خلفية ما كانت تشهده القضية الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة حتى خريت الأوضاع عن السيطرة في السابع من أكتوبر عام 2023 وتبعها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعد محور البحث الرئيسي لنسخة مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2024 وإشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة والدبلوماسيون بارزون من أنحاء العالم في ألمانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن وتهيمن الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية على طاولة التبحث في المؤتمر فضلا عن المخاوف بشأن التزام من ورايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في وقت تضرب فيه الأزمات أماكن متفرقة في العالم وتعاني مناطق عدة من وطأة الحرب يأتي نعقاد مؤتمر ميونيخ للأمن في أجواء مشتعلة العدوان الإسرائيلي على غزة والأزمة الأوكرانية يتصدران جدول أعمال المؤتمر إضافة إلى قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي كما يتناول موضوعات مهمة مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع والرؤى الجديدة للنظام العالمي والتداعيات الأمنية لتغير المناخ مؤتمر ميونيخ للأمن تعقد دورته الحالية ما بين السادس عشر إلى الثامن عشر من فبراير ويشارك فيه سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالأمن الدولي المؤتمر يشكل منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسات الأمنية كما يعد المكان الوحيد تقريبا الذي يكتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من موثل الحكومات بما في ذلك الحكومات المعادية لبعضها وقادة وخبراء في الأمن معها النسخة الجديدة من المؤتمر تتزامن مع ذكرى مرور ستين عاما على تأسيسه ففي شهر فبراير من كل عام يكتمع كبار السياسيين من قرات العالم في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي حيث تم إطلاق المؤتمر في عام 1963 وكان يطلق عليه أنذاك اجتماع العلوم العسكرية الدولي إلا أنه تم تغيير اسمه لاحقا إلى مؤتمر العلوم العسكرية الدولي واعتبر لسنوات مؤتمرا للدبابات والصواريخ المضادة وبوصفه مؤتمر ميونيخ للأمن انفتح جدول أعماله أكثر على قضايا الأمن العالمي ومنذ عام 1963 يقام المؤتمر سنويا في شهر فبراير إلا أنه في عام 2021 كان لابد من عقده بشكل رقمي بسبب جائحة كورونا في ميونيخ ستشل الحرب من جديد نقاشات تدور منذ وقت طويل بشأن أسلة مثل إلى أي مدى ينبغي أن تعزز أوروبا قدراتها العسكرية وكم يجب أن تنفق الحكومات على الدفاع كما ستناقش الوفود التداعيات العالمية بعيدة المدى للحرب على قضايا تتراوح من إمدادات الطاقة إلى أسعار المواد الغذائية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل قصار جهدها لنجاح انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية عبر تقديم حزمة من الحوافز لهم وخلال تفقده الموقفة تنفيذي للوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة تب بدر للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات بالمشروع بما يحقق الاستقرار للأسر المنتقلة ووجه مدبولي بزيادة المساحة الخضراء والاهتمام بأعمال نظافة خلال تفقده منطقة الخدمات بالمشروع وتفقد أيضا المخبز الموجود بالمشروع موجها بتوفير مخبز آخر وعربات ومنافذ متحركة لتوفير الخبز كما زار مدبولي المدارس القريبة من منطقة الخدمات حيث كلف وزارة التربية والتعليم بتقليل كثافة الفصول وزيادة أعداد المعلمين وتوجه رئيس الوزراء للمرحلة الثانية والثالثة من المشروع والتي تم فيها تنفيذ نحو 70% من أعمال المرافق وبناء العمرات أبا وتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الحي السكني الثالث R3 الذي يتضمن عددا من الوحدات المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وقام مدبولي بجولة بالحي السكني حيث تفقد المدرسة الموجودة هناك وعدة وحدات سكنية ويقع المشروع على مساحة 1016 فدان وبه 24 ألف وحدة سكنية وتم مؤخرا تخصيص أربعة ألف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية وسيتم تسليم الوحدات في أقرب وقت تبقى للخطة الزمنية التي تم وضعها من خلال الجهاز وجاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة المتبعة المستمرة وتنفيذ السيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحضائق المركزية لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها جاء ذلك خلال تفقده الحضائق المركزية وما تعرف بالنهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع وأوضح مدبولي أن هذه الحضائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية وستكون إحنا الحضائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم ومن أكبر الحضائق حول العالم انتلقت فعليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وذلك تحت عنوان الاقتصاد المصري تحديات وأولويات وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ركزت جلسات المؤتمر على مناقشة ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمارات الرياضية وركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الاستثمار وضبط سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرة المصرية مصر تنفي عدادها وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود وتؤكد موقفها الثابت والرافض للتهجير قوات الاحتلال تواصل عضوانها على قطع غزة لليوم الرابع وثلاثين بعد المئة وحماس تحمل الاحتلال مسؤولية عدم إحراز تقدم في اتفاق الهدناء انطلاق مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأدس أبابا وموريتانيا تتسلم الرئاسة الدورية للمؤتمر بختام العنوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة شكرا للمتابعة وضوطوا في أمان الله اشتركوا في القناة